بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة بالتأكيد هنتابع فيها آخر المستجدات الموجودة على الساحة الرياضية خاصة المحلية والإفريقية عندنا مشوار مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة خاصة بعد بداية مرحلة جديدة وانتهاء المرحلة السابقة بعد رحيل بيتسو موسيماني خاصة في إعلان النادي الأهلي بالأمس انتهاء العقد بالطراضي بين النادي مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وتولي الكابتن سامي أمسون مهمة تقيادة الفريق الأول خلال الفترة القادمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد في الفترة القادمة بالتالي فيه فترة مهمة جدا محتاجة تركيز للفترة اللي جاية دعم للجهاز الفني الموجود مباريات حاسمة ومصيرية في الفترة اللي جاية ننسى اللفات نركز في اللي جاي كمان هنتكلم على منتخبنا الوطني اللي بالتأكيد الشغل الشاغل لكل المهتمين بالقرى المصرية خلال الساعات الأخيرة خسارة أمام إثيوبيا خسارة أمام كوريا الجنوبية الفكرة مش في الخسارة الفكرة في التحضير والتخطيط للمرحلة القادمة سواء بالنسبة لشكل الجهاز الفني واللاعبين في المرحلة اللي جاية أو حتى على المستوى الإداري والصعيد الإداري بالنسبة لإدارة اتحاد القرى في الفترة اللي جاية كل التفاصيل دي بالتأكيد هنعيشها النهاردة في برنامج التريند وبالتأكيد عندنا كواليس وأخبار بالنسبة للمرحلة القادمة لكن بسرعة أبدأ الحلقة بسؤال حلقة اليوم وبنحب دايما نشارك الجمهور وكل المشاهدين في الحلقة مبكرا نبدأ الحلقة بالسؤال والسؤال متعلق به الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي عايز كل اللي يتابعنا ويشارك معنا من خلال السوشيال ميديا ويوجه رسالته للجهاز الفني ولاعب الأهلي قبل المباراة المقبلة في الدوري والكاس شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أرى حضراتكم بالنسبة للرسالة اللي هتتوجه للجهاز الفني في الفترة اللي جاية وكذلك اللاعبين لكن نروح له أهم العنون في تريند الأهلي الفريق يختتم تدريباته استعدادا لإسترن كومبان وفي التريند المحلي بعد رباعية كوريا أجازة أسبوع لإيهاب جلال وأخيرا استقالة أم إقالة الارتباك يضرب اتحاد الكورة ممناثبة العنوان الأخير أخيرا كلمة أخيرا دي لنا كلام فيها مهم جدا ولكن في الفقرة القادمة فقرة تريند تريند لأنه عندنا كلام مهم جدا في كيف تناولت الصحف المصرية خبر رحيل بيتسو موسماني في المرحلة القادمة وكلمة أخيرا ماذا تعني في المعنى الخاص بالمهنية أو اللغة الصحفية بالنسبة لمنشتات مهمة لما تعلق على خبر رحيل مدير فني سواء في النادي الأهلي أو في أي مكان تاني كلام مهم جدا ولكن أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع نعلق على هذه التفاصيل بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند النهاردة نتكلم فيه أربع موضوعات والموضوعات كلها مهمة جدا لأنها متعلقة بالنتائج اللي بالتأكيد اللي احنا شايفنا فيه الفترات الأخيرة والقرارات بالتأكيد اللي تم اتخاذها فيه الفترات الأخيرة لكن ما يهمني في المقام الأول وأنا بتكلم على المرحلة اللي جاية النادي الأهلي عنده مباريات مهمة جدا وحاسمة في الفترة اللي جاية وقلت الكلام ده الأسبوع اللي فات أن المباراة اللي جاية بتحمل سلاس بطولات بنتكلم عن الدوري وكأس مصر الموسم الماضي وكأس مصر الموسم الحالي الأهلي تخطى فريق المصر بالسلوم وتأهل لدور الستاشر لكن لسه عنده مباراة بيرامدز يوم ستة وعشرين ستة في كأس مصر الموسم الماضي وإن شاء الله بإذن الله إذا الأهلي فاز وتأهل هيواجه بيتروجيت في أول شهر سبعة في الدور قبل النهائي في انتظار بالتأكيد الوصول للمباراة النهية ومواجهة الزمالك في نهائي الكأس العام الماضي وفي نفس الوقت عندك مباراة فاصلة في الدوري الموسم الحالي أعربهم بالتأكيد بخلاف مباراة بكرة يوم الحد اللي جاي مباراة القمة أمام نادي الزمالك ولكن أنا هتكلم على المرحلة الجاية بصوا كده التواريخ الأيام ماشية ازاي النهاردة حلو نتكلم التلات بكرة الأربع ماتش أسترن كومبني الحد اللي جاي ماتش الزمالك الأربع ماتش المحلة الحد ماتش بيراماتزي في الكاس الأربع ماتش سموحة يعني احنا بنتكلم في أقل من أسبوعين عندنا خمس مباريات مهمة جدا بمعدل كل 72 ساعة أو كل أربع مباريات أو كل أربع أيام مباراة وبالتالي التوقيت محتاجين فيه الجمهور يدعم ويركز مع الفرقة في الفترة اللي جاية وما يكونش فيه أي وسيلة فيها انتقاض أو أي وسيلة فيها أي حاجة سلبية لأن ده بيبقى لي تأثير عكسي على المنظومة خلال الفترة الأخيرة وأنا هستعين بحاجة اتكتبت النهاردة في الصحف المصرية أو في الصحف القوامات تحديدا صحيفة الأخبار اندلت بالدول على أن يا جماعة الجمهور لازم يتعامل مع ملفات الكورة داخل النادي الأهلي بشيء مختلف تماما عن الفترة السابقة فكرة أن اللعيب ممكن ما يكونش موفق في مباراة فأكسر فيه وأتكلم عليه بشكل سلبي ونفس اللعيب ده لو لعيب مباراة كبيرة أطلع به لسابع سماء الجمهور دوره أن يقف في ظهر الفرقة في أي فترة من الفترات وعلى مدار الموسم ويوم ما يكون الجمهور زعلان أو متدايق تنتظر في النهاية النتيجة النهائية ليه بقول كده؟ لأن في المقابل بشوف فرق بتكسب بصعوبة وبتتخطى مراحل صعبة جدا في أدوار الكاس بالإكستراتايم ومحدش بيعلى ومحدش بينتقد في المقابل تبقى أنت على مدار سنتين جايب 8 من 10 جايب 9 من 10 غيرك جايب 2-3 من 10 ومحدش بيعلى أنت جايب 8-9 من 10 وفي ناس بتساعدك على أنك فكرة أنك تقصر وتهدم وأن احنا خسرنا كل حاجة لا الفترة اللي جاية بتكلم على مباراة بيرمانز في الكاس وبتكلم على مباراة الزمالك لكن في نفس الوقت أنت عندك جهاز فني مؤقت بيشتغل للفترة اللي جاية والجهاز الفني ده دوره الفترة اللي جاية أنه يسلم المهمة على أكمل وجه للجهاز الفني الأجنبي اللي هيتم التعاقد معاه خلال الساعات اللي جاية وبالتالي دورك أنت هنا كجمهور أنك ما تنشغلش تماماً بأي كلام سلبي بتقال في أي قناة أو أي برنامج ما تشغلش بالك تماماً بأي كلمة سلبية بتتقال على تقييم لاعب في الفترة الحالية كل دورك أنك تبقى واقف في ظهر الفريق كل دورك تبقى واقف في ظهر اللعيبة كل دورك يبقى واقف في ظهر الجهاز الفني زي ما بقول فيه فرق بتكسب بصعوبة فيه فرق بتعمل نتائج سلبية كتير وفرق بتنافس ومع ذلك ما بشوفش أي انتقادات أو عوامل الهدم اللي ممكن تساعد أن الفريق ده يفقد نقاط كتير أو يبتعد عن المنافسة بالبالعكس بشوف نقاط إيجابية الناس بتذكرها رغم أنها سلبية عشان يخليه في المنافسة معك وانت في نفس الوقت تشغال في فكرة اللي انت عمال يعني تدوس جامد على الناس عمال تدوس جامد على اللعيبة عمال تدوس جامد على الجهاز ليه بقول كده النهاردة بتاريخ السلساء 14 يونيو 2022 صحيفة الأخبار والقسم الرياضي النهاردة فيه منشت بالنسبة لي على المستوى المهني كان غريب جدا وعلى المستوى الصحفي غريب جدا برنامجنا اسمه ترند ترند يعني ايه يعني بنشوف كل الأمور اللي على السوشيال ميديا ايجابية وسلبية وبنتطلحها وبنتكلم عليها المنشت بيقول اخيرا مسيماني يرحل عن الاهلي بالتراضي اخيرا هو مسيماني هرب ورجع وبعد كده تم فسخ التعاقد معه او خسر ست سبع بطولات مع الاهلي فتم فسخ التعاقد معه ايه المغزى من كلمة اخيرا اخيرا ده هنا انا عايز اوصلها للجمهور انك طول ما انت بتكسب شغال انتقاد شغال دايما كلام سلبي عن اللعيبة وعن الجهاز وعن الادارة وانت واخد اتنين دور ابطال افريقيا من اخر الى ثلاث بطولات صاعد مرتين كاس عالم اندية واخد برونز واخد اتنين كاس السوبر افريقي طموحك كنت بتنفس ريال مدريد على اقصر تتويجا فبالتالي كلمة اخيرا دي فيما معناها ان انت قد نتاجك كلها سلبية انا بتكلم عن الاطار العام الاطار العام اللي هو يخص النادي الاهلي ما المغزى كاسلوب مهني او كمنشط صحفي ان اقول في المنشط وجهة نظر اقول فيها اخيرا مسماني يرحل عن الاهل بالتراضي واحنا بقنا ست شهور او بقنا سنة الراجل عايز يمشي والدارة متمسكة والدارة عايزة تمشي والراجل متمسك كانش فيك كلام ده الراجل كان لغاية تلاتين خمسة بيلعب نهاية دور ابطال افريقيا والامور كتمشى بشكل كويس جدا ممكن يكون عندك بعض الامور الفنية بتحاول تعدلها ده شيء طبيعي انك عندك نص متخصصة في المجال ده فبتشتغل على فكرة التطوير دايما وده موجود في كل حتة واي اجتماع بيتم او اي اجتماعات بيتم على مستوى الجهزة الفنية الهدف منه التطوير لكن فكرة اخيرا دي هل دي وجهة نظر كاتب الخبر او اللي عامل المنشط النهاردة في الاخبار انا مش فاهمها وبعدين عشان ما اظلمش اللي كاتب الموضوع النهاردة برضو دخلت قريط التقرير بشكل كامل عشان افهم كلمة اخيرا ما يمكن مثلا يكون تصريح لمصدر او ممكن يكون سارد بعض التفاصيل الخاصة بالاجتماعات الفترة الاخيرة فقال اخيرا ان نلاقي جملة في الموضوع تستحق هذا العنوان مش موجودة اخيرا مسيمان يرحل عن الاهلي دي رسلت للجمهور شفت انت وصلتوا الناس في النهاية وانت بحق كل البطولات دي لما تعلق على رحيل المدير الفن اللي الاهلي بتقول ايه بتقول اخيرا هل تتخيلوا شفتوا دور الجمهور والسوشيال ميديا ازاي بيقدر بيبقى صانع لخبر او منشط زي ده ويدي المساحة ان منشط زي ده يتقال على مدرب ماسك الاهلي او على الاهلي لما بيمشي مدرب فيه اندية بتتعاقط في السنة مع مدرب واثنين وثلاثة وما بيلاقيش المنشطات دي فيه اندية بتبقى ماشية بخلافات ومشاكل معهم دربين ووصلة لشكاوف الفيفا والمحكمة الرياضية وبنشوفش المنشطات دي المنشطة ده رسالة مني لجمهور الاهلي عشان الفترة اللي جاية حافظ على شكل النادي وعلى شكل الجهاز الفن واللعيبة في الفترة اللي جاية وقف دايما في صف الفريق وما تكونش انت اول عامل تساعد الناس ان هي تنتقد الادارة او اللعيبة او الجهاز بالشكل ده دي رسلتي للجمهور لان النهاردة لما لاقي منشطة زي ده اعتقد ده هيبقى ضغط على اي جهاز فني يشتغل في الفترة اللي جاية واي يوم درب اجنابي لما يقرأ اللي كتب في الصحافة في الساعات الاخيرة ويشوف المقياس اللي تم على اساسه هجوم الجمهور عليه او هجوم وسائل اعلام عليه في ظل ان تخطى محاقة نتائج كبيرة الف بها يقولك البيئة اللينا ممكن اجا اشتغل فيها ويا دايما فيها كل المشاكل وكل الضغوط والجماهير حتى ضغوط بشكل كبير على الاجهزة الفنية فيه ناس ما بتقدمش نص اللي بيقدموا النادي الاهلي والناس بتوفر لها الاستقرار والاستقرار بيتوفر في العامل الاول من اراء الجمهور والسوشيال ميديا يعني اخذوا بالكو وحزاري من المرحلة اللي جاية لان بالشكل ده لو فضل الجمهور بينتقد وسامح للإعلام والصحافة توصل بين المرحلة لما الاهل يشكر المدير الفني والمدير الفني يطلع بيان يشكر فيه إدارة الاهلي والشكل كان مبارح اعتقد مفيش حد يشتغل في القرى المصرية او مع النادي الاهلي تحديدا وبيطلع بأي كلام سلبي الكل بيطلع في النهاية شيك هند الكل بيسلم على وعده وفي النهاية الصورة بتبقى شكلها لطيف وظريف فما تخلوش حد يوصلنا المرحلة انه يكتب اخيرا في منشط صحفي على رحيل مدرب ولا في نفس الوقت كمان رسالة للجمهور الفترة الجاية دعموا اي جاس فني يتعاقد مع الاهلي لان الناس بتشتغل عشان حاجة واحدة بس تخلي الاهلي في المركز الاول لما الاهلي اتعاقد مع فيلر الناس قالت وإس سيرة ذاتية ودلوقتي الناس بتتكلم على عودة فيلر لما الاهلي اتعاقد مع موسيماني التجربة الأفريقية اللي هتضرب الاهلي الاهلي اميتج اعلى من كده حصل القاب وبطلات والناس كانت بتحارب التجربة دي من اول يوم حفظوا على النادي وجمهور الاهلي دايما هو حما وجمهور الاهلي دائما هو لا يفضل حائط الصد لكن رسالتي للناس العالي السوشيال ميديا أرجوكم دعموا النادي الفترة الجاية في أي موقف بيتعرض له الجهاز الفني أو في أي موقف بتتعرض له اللعبة في كل المباراة عشان في النهاية ما نشوفش منشت زي ده على مدرب بيخود الاهلي أو على النادي الاهلي بشكل عام في الظل أن يفهم دربين راحوا الفيفا وراحوا المحكمة الرياضية وما تكتبش عليهم أخيرا مشي أو رحل أو اشتكى أو أو زي ما أنتم عارفين التاريخ طويل خلال الفترة الأخيرة طيب ماتش بكرة مباراة الأهلي وإسترن كامبني في الدور العام ومباراة مؤجلة من الجولة الـ 14 المباراة إن شاء الله هتكون الساعة التاسعة مساء على استاد الأهلي والسلام ومبكرا جدا يعني اتحاد الكرة أعلن النهاردة عن طاقم التحكيم اللي هيدير هذه المباراة يمكن الفترة الأخيرة ما تعودناش على كده وما شفناش دايما اتحاد الكرة بيعلن أسماء الحكام بدري لكن مش كويس ماتش بكرة هيديره الحكم الدولي إبراهيم منور الدين حكم ساحة معه مساعد أول أحمد توفيق مساعد ثاني سامير جمال مساعد أول وأحمد توفيق مساعد ثاني وحكم رابع أحمد ناجي طبعا طاقم تحكيم دولي حكم تقنية الفيديو الفار والفرحان ومساعد حكم فيديو شريف عبدالله نتمنى كل التوفيق لطاقم التحكيم ونشوف مباراة تحكيميا جيدة في الفترة اللي جاية أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل بقى فقرات برنامج التريند الظهر بتوقيت القاهرة وانتهت بخسارة ونتيجة ساقيلة بخسارة المنتخب أربعة أهداف مقابل هدف المباراة لغاية الـ 88 كانت بتسير في اتجاه أن المباراة تخلص 2-1 والشكل نوعا ما كان مختلف شوية عن مباراة إثيوبيا طبعا بشكل عامل شكل يعني النتيجة والأداة والأسلوب مش ده منتخب مصر اللي كان لغاية شهر مارس بيلعب تصفيات كأس العالم اه التطور للشكل الهجومي ما كانش موجود والنتائج برضو مازالت سلبية لكن على قليل كان فيه روح كان فيه روح في كأس الأم الأفريقية كان فيه روح في تصفيات كأس العالم ايه اللي حصل او ايه اللي اختلف هل اختيار الجهاز الفني هل إدارة اتحاد الكورة لم تحصن التصرف مع كارلوس ساكيروش وكان من الأفضل استمراره يعني الموضوع ده محتاج دراسة متأنية على فكرة في التوقيت اللي تم فيه تعيين الكابتن ايهاب جلال يمكن انا وقتها كنت مستغرب جدا من هذا القرار وكنت اتمنى يكون فيه تعيين مدير فني مؤقت للمرحلة دي وبعد كأس العالم يتم تعيين مدير فني أجنبي لمنتخبنا الوطن لانها زي ما انتوا شايفين المرحلة الحالية مش محتاجة يعني انك يعني تعمل جهد كبير لان التصفيات زي ما انتوا شايفينها مباراة غينية مباراة إثيوبيا ثم في شهر 9 عندك مباراتين فيقدر ايهم تدرب وطن يتخطى المرحلة دي وبعد كأس العالم بعد ما المنتخبات تخلص كأس العالم تقدر تتعاقد مع مدير فني أجنبي لأربع سنين جايين يعني عندك أولمبيات وعندك كأس عالم وعندك أحداث كتيرة بعد كأس العالم اللي جاي فيه الدوحة لكن تم تعيين ايهاب جلال كسب مباراة غينية خسر بشكل غريب جدا من إثيوبيا والمباراة فنيا وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى الفردي والروح كمان المنتخب مرحش أصلا لعب في ملاوي والنهاردة أمام كوريا كان عندنا أمل أن اللعيب على الأقل يعني تثبت أن هي عندها حمية على فكرة ارتداء وتمثيل تي شيرت منتخب مصر لكن ما شفناش ده النهاردة برضو بنسبة كبيرة طيب الجزء الفني أنا مش هتكلم في جزء الفني أنا مش مختص بالأمور الفنية فهم دربين يقدروا يتكلموا في الأمور الفنية لكن أنا هتكلم على التخطيط أنت عينت الكابتن إيهاب جلال وديته المسئولية نتفق نختلف عن القرار أو على القرار خلاص انتخذت القرار وعينته هل يليك بعد 14 يوم من تولي المسئولية يتم توجيه الشكر لي ألف بإقدارة لأ يعني ألف بإقدارة استحالة يا إما أنت كان قرارك غلط فأنت اللي تتحاسب عليه مش المدرب ده واحد فالطبيعي أن الكابتن إيهاب جلال يكمل الفترة اللي جاية عشان لما نحاسبه ونحاسبه بعد أجند التسعة وأن نحاسبه على أجندة مارس اللي جاية يبقى خدم ساحة وقت ندر نحاسب الجهاز الفني لكن لو تم إقالته في اجتماع يوم الخميس اللي جاية والأخبار والمعلومات اللي تم تسريبه وأنه وراح أمريكا فترة أجازة أسبوع والالتحاد هيجتمع يوم الخميس عشان يشوف المرحلة اللي جاية إيه اللي هيتخذ أو إيه اللي هيتخذ من قرارات لو كابتن إيهاب جلال تم إقالته هل ده صح؟ ده قالت بيه في الإدارة أكبر غلط الراجل ما كملش 14 يوم إيه البصمة اللي قدر يحطها على المنتخب عشان تحاسبه على الفترة الحالية فبالتالي لما هتحاسب لازم تحاسب الاتحاد على أنه خد قرار زي ده في توقيت صعب زي ده طبعا تحاسب الاتحاد إزاي؟ الاتحاد لسه متولي المسؤولية في شهر اتنين اللي فات أو في شهر يناير اللي فات بقاله بالضبط خمس شهور أو ست شهور الآلية اللي هتحاسب بها الاتحاد خاصة أن المشكلة دلوقتي مع اتحاد الكورة مش مشكلة فنية بس في اختيار المنتخب الأول لأ ده عنده مشاكل إدارية تانية أصعب وأكبر من المشاكل الفنية وهي مشاكل إدارية تتعلق بكيفية إدارة ملفات الكورة المصرية من مجلس إدارة الاتحاد اللي لسه معين أو لسه منتخب من حوالي خمس شهور برضو أنا بحاول قدر إمكان أكون دقيق جداً في ألفاظي لأن مش حاسب مجلس على ثلاث سنين أو أربع سنين فاطلع أقول لكل اللي عندي لا هو ما كملش خمس ست شهور هل ما قدرش لسه يظبط دولاب العمل داخل الاتحاد هل عنده مشاكل في كيفية إدارة المدير التنفيذي لملفات الكورة أو ملفات اللي جان داخل الاتحاد هل المجلس مش بنفس قوة أو خبرات إدارة ملف زي ده أو إدارة اتحاد زي اتحاد الكورة الأمور دي لازم تتناقش بهدوء لأن أي قرار متعلق بإقالة أو استقالة لأبعاد ومحدش يطلع يقول لي أصل الليحة بتقول لي لو المجلس استقال في ثلاث شهور هيتم انتخاب مجلس جديد نفس الليحة دي بنفس البنوت دي كانت موجودة في 2019 وتعينة لجال لمدة سنتين ونص في القرى المصرية وإحنا حاليا بنجني سمار تعيين هذه الليجان في الفترة السابق من تخبط إداري من تغيير الليجان على المستوى المالي في أزمة وده مش على لساني ده على لسان رئيس الاتحاد قالك في 2016 دخلت كان فيه فائد 25 مليون لما مشيت ورجعنا على فائد 22 الاتحاد حاليا مديون ب600 مليون فانت عندك أزمة وعندك مشاكل مالية عندك مشاكل فنية لأن كان عندك كذا مدير فن في الفترة السابقة تم توجيه الشكر ليه ميشي أجيري جي الكابتن حسام البدري وكان هيجي إيهاب جلال وقتها ما كان حسام البدري بالمناسبة لكن وقتها تم تعيين حسام البدري ميشي حسام البدري وما كانش عنده نتائج سلبية بالمستوى البطولات والأرقام ما كانش فيه نتائج سلبية لكن ميشي وجي كارلوس ساكيروش شفنا نظام وتخطيط لكن ما شفناش نتائج فتم توجيه الشكر ليه جي الكابتن إيهاب جلال في ظرف إسبوعين عايزين يتم توجيه الشكر ليه ويتم إقالته دي مش إدارة دي مش كورة اللي بيتم التخطيط لها بالشكل ده لا على المستوى الإداري من تعيين لجان سمى مجلس إدارة منتخب ولا على المستوى الأجهزة الفنية بتعيين كل هذه الأجهزة الفنية في ظرف سنتين أربع أجهزة فنية في ظرف سنتين صعب جدا على اي ادارة اتحاد او هيئة رياضية تدير بالشكل ده فلما نقش الاخفاقات دي لازم نناقشها بهدوء ولما نناقشها نناقشها عشان هدف واحد بس صالح القرى المصرية هل صالح القرى المصرية توجيه الشكر للجهاز الفني ولا لا ولو وجهنا الشكر من البديل والبديل اللي هيجي ايه الاستراتيجية اللي عنده ولو خسر ماتش عنقوله نوجه الشكر ليه برضو ولا لا ما هنعلف في نفس الدائرة نفس الامر بينطبق على اتحاد الكورة يقدمه استقالة هلعب في انتخابات ولا تتعين لجنة من الفيفا من مصلحة مصر يتيجي لجنة ولا تتعين الانتخابات بعد ثلاث شهور مين يضمن ان اللي هتتطبق وييجي مجلس بعد ثلاث شهور ومين المجلس اللي ممكن ييجي الفترة الجاية كل الامور دي لازم تتناقش بهدوء قبل ما يتم اتخاذ القرار بالاضافة لده لو المجلس اللي موجود حالان في اتحاد الكورة عنده مشاكل ازاي نعالجها ازاي نعالجها لو في حد بيشتغل بشكل خاطئ عن قصد يتم محاسبته وده حاليا بيتم من خلال لجنة مشكلة من الوزارة عشان نشوف الاخطاء الادارية اللي جوه الاتحاد مين المسؤول عنها لازم يطلع حد مسؤول عشان يتم محاسبته مدير تنفيذي مع السلام وييجي مدير تنفيذي تاني بس اللي هيجي لازم يكون راغل يستحق هذا المكان مجلس الادارة نفس الكلام مين في المجلس لا يستحق الاستمرار واحد اتنين تلاتة نعمل انتخابات على المركز زي وندير الاتحاد في الفترة اللي جاي بشكل مختلف لكن ممكن تيجي لجن هل ده من مصلحة الكورة اللي جان اللي هتيجي وهل اللي جان اللي هتيجي هتبقى من وفقة الكاف والفيفا ولا هتيجي من وفقة اتنين لازم الامور دي يتم دراستها لمصلحة الكورة المصرية قبل ما تطلع بقرار سهل جدا إقالة الجهاز الفني إقالة اتحاد الكورة أو استقالة اتحاد الكورة ما أسهل هذه القرارات لكن على المدى البعيد ده فايدة ولا ضرر أكيد هيبقى فيه ضرر لأن احنا جربنا ده كذا مرة وفي كل مرة بنقرر نفس الغلط وبنواجه نفس المصير ومحدش عايز يتعلم أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف أخبار الأهلي وإزاي الأهلي بيستعد وكمان نشوف السوشيال ميديا كتبت عن الأهلي إيه خلال الساعات الأخيرة أعلم بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي نروح للسوشيال ميديا ونشوف السوشيال ميديا ركزت على إيه في الأهلي خلال الساعات الأخيرة نبدأ مع بعض بحساب يلا كورة حساب يلا كورة ومصدر يلا كورة بيقول محاولات لتجهيز عبد المنعم لقمة الزمالك وبدر بنون جاهز طبيا وبدنيا مصدر في تصراحات يلا كورة قال إن محمد عبد المنعم خارج حسابات الجهاز الفني في مباراة بكرة ولكن هناك محاولات لتجهيزه لمطش الزمالك يوم الحد لأن اللاعب لسه بيواصل برنامجه التأهيلي ومرحلة الجاري الخفيف حول الملعب في اختبار طب هيتعمل بعد مباراة أستر نغدا وهيتحدد على موقفه أو على ضوء النتيجة موقف محمد عبد المنعم بالنسبة لبدر بنون هو طبيا وبدنيا جاهز بدليل أنه شارك في الجزء الأخير من مباراة المصري بالسلوم في كأس مصر أول أمس وبالتالي بيتم تجهيزه وتحضير مشاركته في الفترة اللي جاية بدليل الحمد لله يمكن مرة عليه خمس شهور كانت فترة صعبة جدا في فكرة التأهيل والتحضير بعد مضاعفات الكورونا اللي اتعرض لها في الكاميرون وبالتالي الفترة الجاية إن شاء الله بدلي بنونها يكون إضافة قوية لخط دفاع النادي الأهلي مع محمود متولي كمان في نقطة مهمة أي لاعب بغض النظر عن الإصابة سواء إصابة عدلية أو حتى لو كان عنده مضاعفات كورونا عشان يرجع يشارك في المباريات محتاج يشارك بشكل تدريجي يعني إيه؟ يشارك في آخر خمس دقايق يشارك بعد كده في مطش تاني ربع ساعة نص ساعة شوت واحدة واحدة لغاية لما يقدر يشارك فيه التسعين دقيقة ده عشان يحصل الله أعلم موقف مطش زمانك هيبقى إيه؟ يعني هيكون لحق ولا ملحقش بس أعتقد هيكون موجود مع الجهاز الفن ومع اللعبة لكن مشاركته بشكل أساسي ما أعتقدش في الفترة الحالية هتبقى مؤكدة لسه مساحة وقت على ما يقدر يشارك بشكل أساسي لكن الحمد لله بدر رجع عبد المنم عنده وقت يرجع وكمان محمود متولي رجع وشارك فيه المطش الأخير طيب كورو بلس مهتم بملف التعاقد مع المدير الفني الجديد للنادي الأهل والحساب الرسمي لكورو بلس على تويتر نشر إن الأهل يرصد ما يقارب من الثلاثة مليون يورو للتعاقد مع المدير الفني الجديد للأهل والكلام إن سأفل طموح بفكرة احتمالية زيادة هذه القيمة خلال الفترة المقبلة وارد جدا ده على قهودة المصدر اللي صرح لكورو بلس لكن فكرة إن الأهل يرصد ما يقارب من الثلاثة مليون يورو الكلام ده ما بيبقاش محسوب بالشكل ده هو عنوان مقرر يعني العنوان ده بيتقرر من أيام منه الجزيه ومع كذا مدارب لما الأهل اتعاقد مع مداربين كان بيتقل دايماً اللي استنبت الخبر مليون واثنين وثلاثة هو يتقل كتير قوي لغات لما الأهل يعلن من هو المدير الفني القادم ولكن لما بيجي تختار مدرب ما بيبقاش المعيار الأول القيمة المالية إنت أولاً بتشوف المدرب اللي إنت هتختاره طموحه إيه؟ مشروعه إيه؟ اشتغل في المنطقة هنا قبل كده ولا لأ؟ ثم نشوف كمان القيمة المالية مرتبه السنوي متوافق مع القيمة الاقتصادية أو الأرقام المالية اللي بتتدفع في مصر؟ ولا لأ؟ بيتم ترتبها بهذا الشكل كلام ده تكتب وقت ما رحل فيلر والناس كانت في حالة صدمة لأن محدش كان يتخيل أنه مدرب إفريقي هيتولى النادي الأهلي أو تدريب الأهلي في الفترة القادمة وبالتالي الفترة اللي جاية هل المدرب هيبقى إفريقي؟ أوروبي؟ عربي؟ محدش عارف فبالتالي الأرقام دي بتتكتب كإطار أنه عايز يعمل خبر عشان المشاهدة أو الإراية أو الفيو والسوشيال ميديا والترافك الموجود من خلال السوشيال ميديا لكن خبر مش مؤكد وعاري تمام من الصحة وبيتمش حسابها بالشكل ده لا 2 مليون ولا 3 مليون ولا تتحسب بالشكل ده خالص طيب حساب دوري أبطال إفريقيا وكاس الكونفدرالية وده حساب خاص بالاتحاد الإفريقي على تويتر اتكلموا على بيرسي تاو وبتكلموا على أرقام وإحصايات رقمية متعلقة بأحد لعبي الناجع الأهلي سجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف بيرسي تاو قدم أداء مميزا رفقة الأهلي هذا المسن في دوري أبطال إفريقيا نتمنى يكون فيه الأفضل كمان الفترة الجالة لأن بيرسي تاو لعب مهم جدا ولعب دولي ولعب مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في تصفيات كاس الأمم وكان لعب أساسي مع منتخب جنوب إفريقيا أمام المنتخب المغربي فلعب قمته التسوقية والفنية كبيرة لأنه بيلعفوا منتخب كبير زي منتخب جنوب إفريقيا الوطن الرياضي ودي آخر حاجة معاه في تريند الأهلي والخبر ده على وهدة الزملاء في الوطن سبورت على الفيسبوك كتبوا أن محمد حمدي يبلغ زملائه في بيرامدز بالرحيل إلى الأهلي وقال أن محمد حمدي بلغ زملائه أن المسم الحالي هو الأخير ليه مع بيرامدز ويكون مع الأهلي في المسم المقبل لأن عقده هينتهي مع بيرامدز بنهاية المسم الجاري وهو رفض تجديد عقده مع الفريق الفترة اللي جاي ده كان كلام محمد حمدي ولكن على وهدة الزملاء في الوطن سبورت وأنا بعتبرها بالتأكيد اجتهادات لليلسة حوالي ثلاث شهور على نهاية المسم أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع ونشوف التريند المحلي وأخبار المنتخب وإيه الجديد معنا في الفقرات اللي جاية أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة التريند المحلي وآخر جزء معنا في حلقة النهاردة من التريند طيب التريند المحلي بالتأكيد هيكون كل التفاصيل متعلقة بالتحاد الكورة والمنتخب الوطني في الفترة اللي جاية زي ما قلت الشغل الشاغل للكورة المصرية مجلس إدارة الاتحاد والجهاز الفني لمنتخب مصر طيب أول حاجة معايا الكورة بلس عاجل اتحاد الكورة يكشف للكورة بلس إمكانية تواجد خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام دي تصرحات من إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد اللي قال بدأنا نتواصل مع عدد من الخبراء الأجانب للاستعانى به في قيادة لجنة الحكام نسعى لإحضار اسم بارز من خبراء التحكيم الأجانب الأمر مش غريب حصل ده في السعودية والإمارات عندهم تجارب نجاحة وسهموا في تطوير أداء الحكام الملف التحكيم من ضمن الأولويات والمجلس سيعلم ما سيتوصل لهم من قرارات نهاية يوم الخميس عاقب عودة منتخب مصر من كوريا بعد المباراة الودية طيب أنا هنا عندي نقطة عايز أتكلم فيها الخبر الأجنبي اللي هيجي هل هيشتغل مع عصام عبد الفتاح ولا هو هيدير اللجنة من الألف إلى الياء إداريا وفنيا طيب اللي هيجي هيعرف يديرها على المستوى الفني ويعمل محاضرات وتسقيف للحكام والكلام ده كله كويس جدا لكن على المستوى الإداري هيبقى عارف المطبخ جوه اللجنة شغالة إزاي ولا يمحتاج حد معايا من الناس القديمة فالكابتن عصام يكمل ولا مش هيكمل ولو ماكملش مين هيقبل يشتغل مع خبير أجنبي في اللجنة الأمور دي لازم تتناقش جوه للاتحاد بالشكل ده لأن أنا شايف عنوان رنانج ومهم جدا خبير أجنبي أيوا بس القلية اللي هيشتغل بها إيه؟ مين هو الخبير الأجنبي؟ مين الناس اللي هتشتغل معه جوه واللجنة؟ نفس التشكيل اللي عمل الكابتن عصام ولا لأ؟ وفي نقطة تانية أهم من كل ده هو أنت لو جبته خبير أجنبي هو أنت مش برضه من حوالي شهرين أو من شهر ونص قلته موافقين على الخطة المستقبلية اللي أعلنها الكابتن عصام عبد الفتاح وتم تشكيل إدارات فنية داخل اللجنة؟ إزاي وفقته على الخطة؟ وإزاي عايزين تغيره رئيس اللجنة؟ وتجيبه خبير أجنبي هد كل اللي يتعامل خلال الشهرين اللي فاته سواء اتفانا أو اختلفنا عليها ده اندل بيدل أنه ما حدش بياخد قرار لمصلحته الكورة هنعمل خطة؟ نعمل خطة لكن لو تاخدوا بالكو مين اللي طرح فكرة الخبير الأجنبي؟ كان الإعلام الرياضي ما كانش حد جوة الاتحاد كان الإعلام اللي قال خبير أجنبي ده الكابتن عصام لما قلنا تيجي حكام أجانب اتكلم معنا في الوطنية ما بالكو بقى لما الاتحاد هيجيب له خبير أجنبي الله أعلى ما يطلع يقوله على الاتحاد إيه؟ أو هو رد فعله هيبقى إيه؟ بس أنا أشك إنه يجي خبير أجنبي يشتغل لوحده أكيد هيشتغل مع الكابتن عصام ويقولك أصلا يبقى محاضر يدي محاضرات تسقفية للحكام المنظومة فيها كوارث وفيها مشاكل بس الناس مش عايزة تخط إيديها على المشكلة فين؟ عشان تحل طيب الوطن سبورت النهاردة بيتكلم على خبر مهم جداً لمعالي وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي واللي بيقول فيه إنه بيستدعي اتحاد القرى للتحقيق في إخفاق المنتخب مع إيهاب جلال وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة للوطن لن أصمت وأقف مكتوف الأيدي أمام الشكل المتواضع لمنتخب مصر نحن في مرحلة صعبة لأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال تعثر المنتخب الوطني في المباريات المقبلة بالتصفيات الإفريقية وما يترتب عليه عدم التأهل لكأس الأمم عشرين تلاتة وعشرين في القد فور مجلس جمال علام منتخب من الجماعية العمومية وهو من يدير الكرة المصرية لكنني في نفس الوقت سأجتمع معهم وأطلب منهم تقريرا عن أسباب الإخفاق والخطة المستقبلية استمرار مجلس جمال علام في إدارة اتحاد القرى من عدمه أمر يخصه وأنتظر منهم ما سيفعله في الساعات المقبلة وهل سيستمر إيهاب جلال في منصبه أم سيجري أو سيتم الاستعانة بمدرب أجنبي كلنا بننتظر ماذا سيحدث في الساعات القادمة لكن وزير رضا بيتكلم عن المشهد بشكل عام لأنه مش في إيده قرار لأنه فيه اتحاد منتخب لوائح الفيفا تمنع أي تدخل من الحكومة في عمل الاتحادات الرياضية طيب يلا كورا نقل النهاردة تصرحات للكابتن إيهاب جلال واللي قال فيها لم نواجه صعوبة كبيرة في الهجوم أداء السلاسي أحمد رفعت ومصطفى محمد وأحمد حمزي كان جيد جدا خلقوا مشاكل لدفاع كوريا ولكن كان بيعيب منتخب مصر النهاردة التصرح في بعض المحاولات قال اللاعبة بزلت جهد كبير بيستحق عليه تحية لكن النتيجة لا تعبر عن عدد الفرص منتخب كوريا استغل الفرص كان موفع جدا سجل أربع أهداف من أربع أو خمس فرص على الشناوي قال استقبلنا الهدف الثالث والرابع في آخر خمس دقائق لكن إجمالا المباراة مفيدة لللاعبين الشباب والوجوه الجديدة عشان يخوضوا مباراة كبيرة في الفترة اللي جاية دون خوف أو رهبة قال كمان النتيجة لا تعبر عن سير اللقاء أو عدد الفرص الأهداف ليست نتيجة شعورنا بالتعب بل التوفيق الكبير لكوريا تلقينا ثلاث أهداف من أربع كرات عرضية ده تصرحات الكابتن إيهاب جلال على نتيجة مباراة اليوم والخسارة أمام كوريا بأربعة أهداف مقابل هدف طيب سؤالة راحنا في بداية الحلقة وهي الرسالة اللي ممكن يوجهها الجمهور للجهاز الفني والعبي الأهلي في الفترة اللي جاية أستاذ أحمد مصطفى بيقول واسقين فيكم جدا 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 فوق ما تتخيلوا بالتوفيق يا رب ليكم ماتش الزمالك مهم جدا كل المباريات مهمة الدوري ده مهم جدا عندنا بالتوفيق يا رب للإدارة الكبيرة وكل المسؤولين في اختيار مدير فن قوي يليق بالأهلي العظيم دي الرسالة اللي أنا كنت أتكلم عليها في بداية الحلقة وهي رسالة إيجابية لأن الجمهور دوره أنه يدعم الجهاز واللعيبة والإدارة في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي غدا في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء شكرا